الإسراء والمعراج لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته بالأنبياء والمرسلين عليه السلام جاء بالمعراج وهو سلم لكن لا يعلم شكله وقدره إلا الله سبحانه وتعالى ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام المعراج فإذا هي لحظات حتى وصل إلى السماء الدنيا فلما فتح لهما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحوالها الشيء العجيب رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا أبا البشر آدم عليه السلام ورأى حال أكلة أموال اليتام ظلما والعياذ بالله ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا حال المغتابين وحال الزناة وحال أكلة الربا نعوذ بالله من هذه الأعمال ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى السماء الثانية فرآ فيها ابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهم السلام ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى السماء الثالثة فرآ فيها يوسف عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أعطي شطر الحسن رواه مسلم ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى السماء الرابعة فرآ فيها إدريس عليه السلام ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى السماء الخامسة فرآ فيها هارون عليه السلام ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى السماء السادسة فرآ فيها موسى ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى السماء السابعة فرأى فيها أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي بإسناد حسن بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقائه بأبيه إبراهيم عليه السلام دخل مع جبريل عليه السلام الجنة فرأى فيها مشاهد كثيرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره بذلك ورأى جرية لزيد بن حارثة رضي الله عنه فأخبره بذلك ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النار يحطم بعضها بعضا نعوذ بالله منها ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكا عليه السلام خازن النار ثم ذهب جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطراف السماء السابعة ثم توقف جبريل عليه السلام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى موضع لم يصل إليه لا بشر ولا ملك وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع سمع فيه صريف الملائكة التي تكتب أقضية الله سبحانه رواه مسلم هناك في هذا المكان الطاهر العظيم كلم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس ومنح الله سبحانه وتعالى هذه الأمة الصلوات الخمس غفر لكل مسلم الكبائر يعني لا يخلد في النار وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الله سبحانه وتعالى له رجع إلى جبريل عليه السلام ثم رجع مع جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس ثم ركب البراق وعاد إلى مكة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه برحلة الإسراء والمعراج فعظم الأمر عليهم وكذبوه وارتد عدد ممن أسلم لعظم الأمر وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنت يا أبا بكر الصديق فيومئذ سمي الصديق